قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بإطلاق حملة تطوعية في المملكة الأردنية الهاشمية تتضمن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة واللاجئين على مدار أربعة أيام وذلك بمناسبة عهد الأطحى المبارك نعم إيمان وعطاء الكويت وصل إلى العديد من الأسر والأيتام والأرامل تقدر بنحو 2700 عائلة وكذلك إلى الفئات المستحقة لسيما المخيمات التي تأوي اللاجئين السوريين أيام مباركة وعطاء كويتي مباركة حملة كبيرة أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية بدعم من بيت التمويل الكويتية لإدخال الفرحة لقلوب المحتاجين واللاجئين في الأردن في هذه المخيمات العشوائية التي تأوي اللاجئين السوريين الأشد فقرا وزع متطوعي الهلال الأحمر الكويتية لحوم الأضاحي ضمن حملة كبيرة وزعت على مدار أربعة أيام بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث استفاد من هذه الحملة 2700 عائلة نقوم على هذا المشروع بتوزيع الأضاحي على الأسر المتعففة والأسر اللاجئين والأرامل والمطلقات طبعا بمساهمة من بيت التمويل الكويتي اللاجئين بحوج حاجة خاصة في المناطق المنكوبة وفي المخيم اليوم في دعم من بيت التمويل الكويتي تم توزيع لحوم الأضاحي على عدة محافظات والله الحمد يعني مستمرين إن شاء الله في هذه المساعدات مئات الأسر من الأيتام والأرامل وذو الدخل الضعيفة وغيرهم من الشرائح المستحقة وصلها عطاء الكويت الحملة اليوم وجتني ضحايا الحمد لله وزعوا على العباد ووزعوا على اللاجئين كلهم نشكر الكويت حكومة وشعبا ودائما الهلال الأحمر الكويتي سبغين لفعل الخير من الحوم الأضاحي على اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية مشروع الأضاحي هذا يعد من المشاريع الموسمية المهمة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والذي يحقق تطلعات دولة الكويت في دعم الأسر المحتاجة ومد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة في جميع المواسم تكون دولة الكويت حاضرة بهمة أبنائها رسالة إنسانية كبيرة تقدم للاجئين والمحتاجين هي الكويت هي الخير والعطاء لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقاد عمان